اشتركوا في القناة فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي كلاما في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم نعم بغوتي في الله يعني الرد وإذا يخص في حد فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيجن حديث أنه لا ما يساعد حد نظنه حديث كافي شافي فكان الجواب قصير الكلمات قليل جدا الكلمات ولكن واسع المعاني 15 شهر القرن العلماء تفسان ديس شارحن ديس قعاد تفسان شارحن وهذه صفات من صفات التي أتيت وخاصية التي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم كلامه دون كلام الله وفوق كلام البشر نعم بغوتي في الله هنسيني آمنت بالله ثم استقيم إذن الحصة ثمزوات أنك آمنت بالله وسنبو أسلمتو إن الدين ديس مراتب المرتبة الأولى كما جاء في حديث جبريل شهادتان الصلاة الزكاة صيام رمضان والحجر من استطاع وأما الإيمان فهو شيء آخر إذن الإسلام هي الأركان الإيمان غسطا الأركان إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله اليوم الآخر والقدر الخيري وشاريه نحن سقطنا في إشكالية نحن لذرناها الرسنة وهي للدعاء بأن الإيمان في القلب ومن بعد ذلك اللي بغيت وتقيم ذي الصلاة تقيم الإيمان الغور وتقيم ذي غارو ذي الحجر الإيمان الغور وتقيم ذي كذا الإيمان الغور والله إخوتي في الله صحيح الإيمان في القلب ولكن إذا ما وقع في القلب وصدقه العمل أما القلب يسلم من دينيا إلا رب العالمين إن شمزي مطلوبين مطالبين بقلب سليم وليس بقلبين أبيض أو أصفر أو مزوقة أو غير ذلك هذا الشيء يختار عنه هنا علاش باش نعطيه التبرير للمعاصي الإنسان يدير المعصية اللي يبغى ومن بعد باش يبررها ويدلها بحل يديرها المتركولة تسجيل يقالي زيها يقولك إيه والإيمان في القلب أنا قلبي صافي أنا قلبي نقي أليه كذا إذن أما الحقيقة الإيمان نعم كي هنا في القلب ولكن يصدقه العمل عودتني إذا كان العمل صالح والقلب خاوي والعقيدة فزدة ما ينفعش إن كين مثلا صار كين اليهود يديروا الخير ولكن ينبقوا على هذه العقيدة ما غادش ينفعهم في الآخرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته